اشتركوا في القناة ويغفر الحماية الكاملة لمقار البعتات الدبلوماسية والمنشآت المدنية ومعاقبة الجنى مجددا دعوتها للأطراف السودانية إلى تقليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا والاستجابة الجادة للمبادرة السعودية الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية عن طريق الحوار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء هذا وأدن الأستاذ جاسم لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب سفرة مملكة البحرين ومنزل سفيرها في جمهورية السودان مشددا على ضرورة وقف جميع أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعات لها